بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل كتير جد نابد عايزك توصف لي تفاصيل هاسا الكفاح المسلح لا انا طبيب في الاساس طبيب مهمته يعالي لماذا كمان تصقافة تبت الاسنان لا احنا قدام لاسنين اي وصف بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصرها تدمير الاسنان الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والاسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الاسنان عضو الجامعية الامريكية لتجميل الاسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الاسنان جامعة نيويورك تحت مطور حشوية الاسنان التجميلية اهلا بكم طبعا ضيف العزيزي الاسود دكتور نور الدين مصطفى اهلا بيك دكتور نور اهلا بيك دكتور المرة الفاتت كلمنا في الزراعة والمرة الفاتت بدأت انا يعني اا استعيد اا فكر الناس او بمعنى صحة اتمثل شخصيات بعض الناس هو طبعا التمثيل شكله بشكل فيه نوع من الكوميدي لانه الناس عاد بتقولوا كلام كوميدي لا ده ولا حاجة بالنسبة للحقيقة بالنسبة اللي بتشوفه لا لا انا هارفع لك مستوى التقبض مثلك واحد دور يعني احد ده فيه نوعية من الناس يا جماعة اللي هي نوعية المبتدعة في الافكار المتطرفة اللي هو ايه مبتع في الفكر الخزعبلي اللي هو بيسرح كده وبيجيب فكرة خزعبلية ممكن يكون دي قادمة من كوكب اخر الارواح نقلتهله وبيبدأ ينقلها للدكتور فتحس ان المكان كله عارواح فانا النهارة هعيش لك اتجود يعني مثلا في عالم زراع في الاسناف اتكلمنا مرة فات في الزراع بالتفصيل هل ممكن حد يجي لك يقولك ايه بص باشي انا زراع زراعلي فلوس انا من جنيه الالف انا عندي اساسا كل ما تعمل سردين بتوع مصر خلاص انا اكبر تاجر سردين في مصر خلاص بس انا اسمع بقى ان الحتة المزروعة دي بتصدي هيدوه وساعات بسمع انها بتقلب سرطوع كمان وممكن تسرح فتدخل على مخي احتمال كبير على فكرة لو حد بمخك هيبقى كده هتعمل كده الشخصية دي على فكرة موجودة اللي انا عايز اقولك عليه بقى ان مشكلة الشخصية دي انه هو مش السبت وديني مفاجأة على فكرة الشخصية دي في الطب كله هو نفس الشخصية اللي بتقول على الانسولين بيعمل مشاكل وهي نفسها اللي بتقول على انه الدوة ده ممكن يعمل سرطان وان الدوة ده وحشوة السدر ممكن تعمل السيلكون يعمل سرطان في السدر هي نفس الافكار بس انا عايز اقول لحقك ان الشخصية دي مظلومة شوية الشخصية دي واخد الموروث الفكري ده للأسف من ده كترة يا رجل تخيل بقى الزراعة احنا عندما بدأنا نشتغل زراعة بشكل متوسع بدأ نافل يعني بشكل كبير بقى وبدأ ينتشر ونعتمد عليه كان في اول الالفينات تمام؟ اللي كان بيشتغل زراعة في مصر كان واحد لو قلتلك ان هم ما يتعدوش ده كترة يعني ما يتعدوش الخمسة فمصر كلها اللي بيشتغلوا زراعة بشكل محترف وبشكل سليم مبقاش يعني ما بقاش موبايل طيب لما يبقى عندك في الاول الالفينات تقريبا عشرين الف دكتور فيهم خمسة اللي بيشتغلوا الزراعة هل البيت العشرين الف هيشكروا في الزراعة؟ للأسف وده ضد او ضد الاخلاق الطبية الدكاترة اللي مكنتش بتعرف تعمل زراعة كان بيسوق عملية الزراعة يقولون الزراعة ممكن تتحرك وتخش في الجبل وتعملك مشكلة الزراعة بتصدي الزراعة ممكن تجيب سرطان انا عايز اي حد محدش ياخد كلامي ولا كلام اي حد كمصدق ممكن يخش في مواقع طبية ويكتب هل في حد في حالة واحدة تم تسجيلها على القرى الارضية مش في مصر على القرى الارضية كلها بتقول ان لما حد زرع حصل تحور لناسيك حولين الزرع وتقلب لسرطان انا عايز اي واحد يجيبلي حاجة اه او حاجة يعني مؤكدة ان في حاجة اسمها كده على القرى الارضية كلها في الستة مليار مفيش حاجة اسمها كده ليه؟ لان في اه في حاجتين الجسم اللي بيتعامل معاهم على انهم اه جزء من الجسم ما بيرفضهمش هي مادة التايتنيوم والسيليكون اللي اتنين دول ده كاترة الباستك سيرجري بيستعملوا السيليكون وده كاترة الجراحة العظام واحنا بنستخدم التايتنيوم لان التايتنيوم العظمي بيمسك فيه وحتى كل الناس اللي خدر الله عملت حوادث وعملت شرايح الشرايح دي من التايتنيوم في حد سمع قبل كده ان شريحة التايتنيوم عملت له سرطان ما حصلش لكن الدكاترة اللي ما كانتش بتزرع وكان عددهم كبير جبا فاقول لالفنات فيجيلي واحد يقوله انا سمعت ان فيه زراعة وعايزين نزرع على فكرة دي بتحصل دلوقتي بتحصل مع المناظير في الطب بتحصل في حيات كدير اه لا المناظير يعني في ناس لسه ما تعلمتش المناظير كتير يقولك لا ده الفتحة احسن المنظر ده بيشوف اه المنظر ده بيشوف على فكرة ده بالوجهه بقى في الطب في الحتة دي ما هو ما هو كانتو وجهتوه قديم ما نقوله حاجة بقى الشخصية اللي حاجة مثلتها النهاردة هو شخصية مظلومة لان نستقى معلوماته للأسف عشان كده قلتلك من ده خدر ايه انا واخد المعلومات دي هسا انا واخدها من اللي كان فاتح جنبي بالزات ما هو ما هو احنا عندنا بقى لما دكتور ما كانش بيعرف يسر هقولك ايه لا طبعا التركيبة احسن التركيبة بتعيش اكتر بالعكس انت 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 بتقول على احسن طريقة لاستعادة الاسنان وعلى اصح وعلى اسلم طريقة تعود الاسنان اللي ربنا خلقها بنسبة قريبة جدا من اللي ربنا خلقها هي الزراعة فيش حاجة زي ما فيش اي نسبة نجاح الزراعة عالميا من تسعين لخمسة وتسعين في المية عايز اقول لحضرتك ان اللي رب العصب اللي كل الناس بتعمله نسبة نجاحه من سبعين لخمسة وتمانين في المية ونسبة تعمله بمنطقة البساطة عمرها ما سألت التركيبات نسبة نجاح خمسة وتسعين في المية على عشر سنين تقريبا فالنسبة تعمل كل الحاجات دي وهي اساسها نسبة نجاحة قليلة الزراعة نسبة نجاحة اعلى بكتير فحضرتك علشان خطر مش عارف تعمل زراعة بتشويه الزراعة وبتضل للناس بالعكس الزراعة حضرتك جيتا عملت زرعة حاجة خط السنة تقريبا اللي ربنا يعني اللي حاجة فقطتها خطت زيها بالظبط تقريبا طبعا مش مية في المية لان مفيش حاجة لربنا خليها مية في المية لكن دي اقرب حاجة لربنا خليها وما ضررتش الاسنان اللي حواليها وبتاكل عليها كويس جدا وبتحافظ لك على شكلك وده مهم جدا ان الزرعة الحاجة الوحيدة اللي بتمنع تآكل العظم بعد الخلع الخلع اول ما بنخلع على طول بيحصل عملية اسمها او عملية تآكل في العظم اول ما بنخلع على طول طيب الحاجة الوحيدة اللي بتوقف في العملية دي ايه عملية الزراعة كل فوائد الزراعة دي ويطلع على دكتور يقول الحاجة يقول له اه خب لك الزراعة بتطرفد مفيش حاسمها الزراعة بتطرفد مفيش حاسمها كده الزراعة لها نسبة نجاح زي اي عملية في الدنيا هي بقى اعلى نسبة نجاح عملية في الاسنان هي زراعة الاسنان فما ينفعش حاجة يجي حاجة يديك معلومات غلط ودي تنشرها او تيجي تقولها الزراعة من اسلم ومن اعظم الاختراعات في العهد الحديث في طب الاسنان في العيان اللي انا همثله لك ده عيان مظلومة ولازم اكد تمثله لك يعني فعلا فماش هالتمثيلي كامل واستعيد ذكرات زمان بها بس عملولك زي ما هو حاصل كده حمادة ده شاب لطيف من خمس ست اسنين كان عنده سنة او درس متاكل في جنب من بقه فراح لدكتور من خمس ستة عشر سنين قال له هنخلع لك الدرس وبدأ الدكتور يخلع لحمادة الدرس شد معاها حمادة شد معاها حبيبي شد يا اخوي شد حمادة من ناحية والدكتور بيشد من ناحية حمادة كان حاسس ان الدرس ممكن يطلع ببقه بوشه مع الدكتور فحمادة جاي لك النهاردة وهو عنده درس متاكل برضو وانت قلت له هنخلع لك وانت بتقول له هنخلع لك افتكر وحبك بتتكلم عن خلح لأ هتخلع لسناني وهتشد وانا شد كان في زمانا سيب وانا سيب لا لا ما تقوليش كده انا اخر مرة اشده لحتى انا اه الدكتور يعني اه 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 يعني اه ما اعت منه الدكتور وقع اولا اه رجع في البلكونة على على تحت ونزلنا ونجبناها من تحت فما نشدش وانا شده وصول انت عندك الدور عالي تجرش انت في السادس مش كده انت في السادس حقيقة السادس بعد ثلاث دور تجرش انت بتقوليش بقى اشد او اشدش اه مبدئيا والله العظيم كان الخلق زمان كده انا عارف انا عارف احنا احنا دلوقتي اه ودي معلومة عامة عن عن العيادات عندنا احنا العيادات عندنا كلها اقسام وكل قسم على راسه اه رئيس يعني رئيس القسم بتاع واخد دكتوراه مدرس في الجامعة في اكبر جامعات في مصر ليه؟ عشان احنا تعبنا يعني بقلنا سنين بنعمل وبندور على طول وبنعمل يعني عارف اللي هو اللي بيعمل منتخب منتخب للعالم كلهم اسادسة كلهم لا يعني اسادسة فعلا اسادزة في الشغل اسادزة في الجامعة اسادزة في الاخلاق والانتزام يعني عجبني فيهم قوي فكرة ان انا اشتغل لغاية الساعة مثلا واحدة بالليل بنفس الكفاءة ان انا بشتغل فيها الساعة 12 الظهر بزبط ففكرة ان حتى الخلع البسيط بيقوم به دكتور متخصص في الخلع ودكتور يعني مبقى استاذ دكتور ما تزله فيش يال مثلا او واحد من خبراء الزراعة في الشرق الاوسط هو اللي بيخلع عشان يزرع اكيد في فرق كبير جدا بينما تروح هيك تخلع عنده دكتور عادي في فرق يعني لان الدكتور اللي مجزله فيش يال ده او اللي بيزرع ده هو عارف كويس قوي ان الخلع هيتبعه زراعة فما ينفعش اعمل للعضم اللي حولين السنة زمان زمان انت بتقول امسك وامل ودغدغ كده هو بدغدغ في العضم بكسر العضم اللي حولين السنة والعضم اللي حولين السنة ده انا هزرع فانا محتاج كل ملي عضم تمام؟ فهنا بنبدأ نشوف السنة دي انسى بطلعة خلعها ايه وزا كان سبانه هو وبيخلعه تسمع صوتك سيء تسمع صوتك انت عارف اين اللي بيكشي ده عضمك وبيحاول يفكك عضمك من بعض عشان يطلع السنة دلوقتي دلوقتي في جهاز تم اختراعه جهاز ده في منه اتنين في مصر اسمه بيزوتوم 2 البيزوتوم 2 ده ده بيعمل حاجات كتير اوه في الزراع من ضمنها ان لو احنا لو قررنا نخلع لحد هنزرعه ده مش بيخلع يعني بيخلع يعني بيخلع من غير ما بنعمل للعضم بندخل البيزوتوم بيبدأ يقطع ودي معلومة نبقى عارفينه ان السنة مبتبقاش مسكة في العضم في اغلب الاحيان بانكلوزي مسكة بلجاملت باربطة فالجهاز ده بيخش يقطع الاربطة ويوسع العضم عن طريق موجات فوق صوتية معينة زي ما احنا شايفين بدأ يقطع في الليجاملت كلها في الاربطة اللي حاولين السنة وفي الاخر السنة مطلعينها بايه بقدم بس مش كل عام بقى يجي يخلع هاولين هنخلع بالبيزوتوم فيه ناس بتيجي اصلا السنة مش محتاجة اساسا بيزوتوم مش محاجة انا هقطع لها الليجاملت وفيه ناس بتيجي نوع تاني عنده انكلوزيز يعني العضم نفسه ماسك في السنة مش مش بلاجم ده بيتعامل بعاملة تاني احنا عايزين نقول ان كل طريقة او كل نوع من الاسنان عندنا الطريقة اللي نتعامل بيها زي ما احنا هنا قدرنا نشيره بالبيزوتوم من غير حتى ما نستعمل فورسبس من غير ما نستعمل الادوات الطبيعية الاسنان المتكسرة خالص اللي دايبة في العضم جوه ليها طريقة بنشيلها بيها عشان نحافز على العضم انا اقول الهدف ايه انا اقول الهدف ان العضم اللي حوالين السنة دي ما يتكسرش انا عندي تسعين في المية من الناس اللي جات خلع اسنانها بره جاية بحاجة اسمها البكة الاول اول جزء الخارجي من العضم اللي حواليني السنة مكسور لانا والدكتورة عمالية حرك بالفرص بسجامك جدا في قومه طاك صوت طاك اللي انت سمعته ده هو صوت كسر عضم فالعضم اللي ماسك في السنة اتكسر طبعا انا هزرع في ايه علشان كده احنا بنقول للناس لو حاجة نوي تزرع وفي السنة مفقودة اخلاحها عند الدكتور اللي هيزرع لك ليه؟ لانه هو اكتر واحد حريص على العضم بتاع حضرتك فتيجي الدكتور اللي هيزرع يخلاح لك السنة بالطريقة الامنة اللي تحافظ على العضم بتاعك وكمان ما بتوجعش احنا اي عملية بنعملها البروتوكول في الايادات انها هيسمها zero pain ممنوع يبقى فيه قلم الحالة ممنوع انها بغمد عينيها كده حالة حاجة خليك مفتع عينيك احنا بصين كويس على عينيك اي راكشن بتعمله لو حاسنا انه فيه بن احنا هنوقف احنا مش هنستناكل اه مازاي بعض زمان واه يا دكتور مفيش الكلام ده حاجة خليك فاتع عينيك احنا بنشتغل انظر اه 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 انتيزية اه معينة بتاعش حاجة مفيش اي احساس تخدير معين فلو فيه اي وجع مش هنوقف وان شاء الله اصلا ما بقاش فيه وجع خالص طيب اه توسيق حجم الفك توسيق حمده حمده التجربته سيئة جدا جدا اه توسيق حجم الفك تمام تمام دي دي مشكلة بقى كبيرة عند ناس احنا المشكلة ايه المشكلة انها تسعين مليون واحد خلال اه المية سنة اللي فاتت كان كل الناس اه قبل اخر عشر سنين او عشرين سنة قول قبل اخر عشرين سنة كان تيه الواحد اه عنده تساوس يرى الدكتور اللي اخلعلي يقول له فيه حشو هتلاقي حتى الافلام العربي كلها طيب اك شفت واحد رايح لدكتور اسنان رايح يحشي سنة في فيلم عربي قديم فيه فيلم ده المحتاج النوع تسفرك علينا وانت كده دي اضحك اسماعيل ياسين في مستشفى المجنين احلى من احلى افلام اسماعيل ياسين شفتوه فيلم رائع من الافلام الاتهيرة لاسماعيل ياسين على فكرة فيلم جميل قوي كان اشتغل في عياد الطب الاسنان المسألة ايه اه اخلع كله 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 اه انا احنا عندنا اجيال في مصر اتعرضت او لتعامل خاطئ مع اسنانها كانت بتخلع اسنان سليمة ممكن 50 60 مليون واحد اكيد عندهم فاقدة للاسنان تمام? طيب. اللي عد عليه بقى فترة طويلة من غير ما يزرع. العدم حصله تآكل. طب العدم اللي حصله تآكل ده. هل ما ينفعش نزرع? لا. جهاز الجديد ده. بيعمل لنا حاجة زي او العضم الرفيع اللي أنا مش هاد لازرع فيه ده. هو بيخش يوم عامل فيه شقة. الشقة ده عشان هو الجهاز حساس جدا ودقيق جدا. وما بيعملش اه ترومة للعضم. فبيوم فاتح العضم ده بالروحة خالص. من غير ما يعمل فيه كسر. ويوسع. يعني لو انا عندي ايه دي اهيه. هو بيوم اعمل كده. فالمسافة دي بدل ما كانت العرض الصابعي بس. لا بقت اكبر. فينفع احط الزرع التاعي عادي. احط الزرع. وحط حواليه عضم. اكمل الجزء بقى الفاضي ده بعض. وكده الحالات اللي زي ده. ده حد مسلا عنده سنينة اللي وارة كلها مش موجودة. طيب. الحل عند الحلة ده ايه? لو مش هيزرع. الحل ورقة طق ما معنوش حل تاني. لان حتى في الحالة دي معنوش هيعمل كبري. انا حتى الشخصية اللي كان بتحب الكبري. مش هيعارى فيه من كبري هنا. فهم فيم اصلي. يعني يعني اللي هيعمل اللي كان نفسه اعمل هنا كبري. هو مش هيعارى فيه يعمل ليه? لان ما عندوش حتى سنة ورا. هيعمل عليها. ما عندوش فكست خلص كده هيعمل طق. وكمان ما عندوش عضل. عنده ريتج بتاع الفايع قوي. ده في الحالة دي اسيبه لا اللي انا عايز اقوله ان احنا عندنا حلل كل حاجة ان شاء الله بس الحالة ترضى تعمل اللي احنا بالنسبة عليه يعني مش هون ايه احنا نعمل لك سبلاتنج للبون و هنحط عضم و هنحط الزراعات لا دكتور دي عملية كبيرة خلاص هيك ركب طعم انت يعني خلينا نتفق ان الحياة تتعب هتديك يعني تتعب دلوقتي هترتاح على طول احفظ المقولة دي هو فيه ان انا هعمل حاجة صح بس هنفترض ان انا هعمل عملية دلوقتي كبيرة شوية فانا هتعب دلوقتي هرتاح طول عمري او ارتاح دلوقتي و هتعب طول عمري اختار واحدة من الاتنين عايز ترتاح دلوقتي وتتعب طول عمرك اعمل طقم هتاخد مقاسات في ربع ساعة و هتعمل طقم بس هتدل طول عمرك تعبان بالطقم او اتعب معي دلوقتي شوية وهتعيش طول عمرك مرتاح الBRF ايه هو بص احنا عندنا الدم عندنا فيه حاجة اسمها دي عوامل او عوامل النمو او احنا جسمنا دايما متعرض كل الخلاق عندنا للتلف ايه اللي بيعالج التلف ده الدم بيبقى فيه فاكتورز بيوصل الاماكن التلفة بياخد على طول المكان ده فيه مشكلة بيمراح الدم بيه العوامل اللي هتعمل لنا او او التقام فالدم قريدي مليان بالجوز فاكتورز دي فتم اكتشاف اللي احنا لما بناخد الدم ده ونعمله بطريقة معينة ودرجة معينة وجهاز معينة بالضبط كده بنحصل على كمية الفاكتورز دي كلها مع بعض من غير الدم بقى خالص الBRF ده مهم جدا في ايه هو مهم لعلاج الليسا اي هو فيه فاكتورز بتاعة التقام فحيك دلوقتي جيت زرعت او عندك مشكلة في الليسا لو احنا زرعنا هنقوم حطين عندي دفكت في العظم مثلا هنقوم حطين الزرعة ونحط عليها عظم مصنع واحنا بنستخدم احدث انواع العظم المستخدم اللي اتعمل بطريقة بالنانو تكنولوجي وبنهم حطين عليه الفايبرين من برين ده ونربط فيه الليسا علشان الفايبرين الBRF ده مليان جروث فاكتورز فهيساعد الليسا انها تلتقم بسرعة فبالتالي هيساعد ان الليسا والعظم والزرعة يحصل لهم انتجريشن بسرعة جدا ويحصل التقام سريع جدا لمكان الزرع ومدام عندي التقام سريع يبقى انا عندي كمان الانفكشن او الادواء انا قدرت تسيطر عليها شكل الليسا نفسه هيبقى صحي لاننا محتاج بالذات في الاسنان الامامية محتاج مش رسمة الليسا بس لا انا محتاج كمان يبقى شكلها هيصحي ما يبقاش شكل الليسا فارق عن الليسا اللي جنبها عشان ما تبقاش شايف سنتين مختلفين عن بعض من ممكن يبقى السنتين شكل بعض بالزبط لكن النسا البرواز اللي حوالي السنة شكله مش مزبوط يديك انتباع السنة دي مش مزبوطة اه احنا يعني من كتر ما شرحنا التكنولوجيا الحديثة وخصوصا في الفترة الاخيرة في الاسنان اعتقد ان احنا وضعنا كثير من الناس في حرك خصوصا الناس اللي ما بتستختمش النوعية دي من التكنولوجيا الناس اللي ما بتعملش أب جريدينج اللي مساحة حطناهم في حرك شديد جدا وانا مبسوط عشان كده مبسوط قوي لان انا حب بحط الناس اللي هو محلك سر محلك سر محلك سر يعني ما بتقدمش نفسها ما بتقدمش أب جريدينج نفسها كل يوم وكل اسبوع في حاجة جديدة بنولا الحاجة الجديدة دي في العالم بتتطبق احنا بس تقدمها فده بيخلي ناس كتير اللي لازم تمشي هذا الحزب لانه لا ما كان في عالم الاسنان الان لمحلك سر نورتنا دكتور اتشرفتني هليكو دايما معنا في الحالة